لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما عنوان الطرس هو الهمزة المتطرفة اثنان إذن كنا تعرفنا في الجزء الأول عن الهمزة المتطرفة واحد والآن سوف نحاول أن نتمي مع الجزء الثاني ونعرف متى تكتب الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة ونقصد الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تقع في آخر الكلمة إذن أقرأ النص وأتعرف الكلمات التي تمتهي بهمزة إذن في يوم من أيام الشتاء إذن هذه كلمة تنتهي بهمزة متطرفة أرسلت الشمس أشعاتها لتملأ كذلك تنتهي بهمزة لتملأ الجو بالدفئ إذن الهمزة في آخر الكلمة فأخذت أتنقل في حديقة منزلي بتباطئ وهدوء لأستريح من عبئ إذن عبئ همزة في آخر الكلمة العمل وفجأة امتلأت السماء بالغيوم وأخذت قطرات من المطر تتساقط ببطئ كأنها حبات من اللؤلؤ فأسرعت إلى الداخل لتناول كأس شاي دافئ إذن الكلمة لقمرة بتصدرح عليها هي كلمة تنتهي بهمزة الشتاء الدف بالتباطئ وهدوء عب السماء بط لؤلؤ ودافئ إذن بالنسبة لأغنية تعلماتي إذن أستخرج من النص الكلمات التي تتضمن همزة متطرفة وأملأها في الجدول أي نصنفها في الجدول إذن هذا الجدول يتكون من كلمات تنتهي بالهمزة وكذلك كتابة الهمزة على ماذا كتبت الهمزة وأخيرا سبب كتابتها إذن بالنسبة للكلمة الأولى الكلمة التي تنتهي بالهمزة هي الشتاء إذن كتبت هذه الهمزة على السطر إذن كتبت على السطر لماذا؟ لأنها سبقها سكون ميت أو قبلها سكون ميت أو مد بالألف إذن هذا سكون ميت أو مد بالألف دف إي إذن كتبت على السطر لماذا؟ لأنها قبلها سكون حي دف إي تباطئ إذن كتبت على الو لماذا؟ لأنها قبلها ضم هذه قبلها ضم كذلك هدوء إذن هدوء إذن كتبت على السطر لماذا؟ لأن قبلها سكون ميت أو مد بألواء عب إذن كتبت على السطر لماذا؟ لأن قبلها سكون حي عب إذن كتبت على السطر لأن قبلها سكون حي السماء إذن كتبت على السطر لأن قبلها مد بالألف أو سكون ميت إذن كما الشتاء السماء الماء الهواء إذن تكتبوا على السطر لأن قبلها سكون ميت أو مد بالألف كنسميه إما سكون ميت أو مد بالألف بط إن إذن كتبت على السطر لأن قبلها سكون حي بط إذن لؤلو إن إذن كتبت على الو لأن قبلها ضم وأخيرا دافئ إن إذن كتبت على الياء لماذا؟ لأن قبلها كسرة في قاعدة كان وفقش كان يكتب الهمزة المتطرفة في همزة المتطرفة دائما ن realityلك تشوفه حركي الحرف ما قبل الاخير هناك حركة الذي يكتب الهمزة إذا كان قبل منه ضمة تكتبه تكتب على الواو القبل منك كحيرة تكتب على الياء لكن قبل منها فتحة تكتب على الآلف ولكن قبل منها سكون سواء حي أو ميت مدون بالآلف ولا مدون بالوا ولا مدون باليأ تكتب على السطر تكتب على السطر إذن القاعدة دي الهمزة المتطرفة سهلة ما كنشوفوش الحركة دي الهمزة فقط كنشوفوه الحركة دي قبل من هاد الهمزة ما كنشوفوهاش ماشي بحل الهمزة المتوسطة نشوف الحركة الإ Lang симثالات و هي خاصة الإQuébari نشوف الهمزة من أقصص حركة الإنسان ASP3 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 ASP4 ASP4 منذ Haha سكون حي كتبناها على السطر ضمة كتبناها على الواو مد Turn變 مد بQué على السطر سكون حي كتبناها على السطر مد ب emission ألأ أو سكون من在ة منيت كتبناها على السطر ضمة كتبناها على الواو كسرة كتبناها على اليا دائما كنشوف الحركة القبل من هذه الهمزة حركة اللي قبل من هاد الهمزة اذا هالهمزة هالحركة اللي كتكون قبل منها هاد هالهمزة هالحركة اللي قبل منها 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 دائما في الهمزة المتطرفة قاعدة سهلة كان شوفوا الحركة اللي قبل من الهمزة كانت فتحة تكتبوا على الالف كانت كسرة تكتبوا على اليا كانت ضمة تكتبوا على الوا ولكن سكون حي أو ميت مد بالآلف مد بالواء ومد باليال هي تكتبوا على السطر إذا الهمزة المتطرفة ما خاصش يكون عندكم فيها إشكال لأن القاعدة سهلة ما نقارنش ما به الحركات كما في الهمزة المتوسطة نشوف الحركة دي الهمزة ونشوف الحركة اللي قبل منها ونقارن مبيناتهم ونقول باللي الكسرة هي دائما أقوى الحركات يليها الضمة يليها الفتحة ثم السكون حي أو ميت إذا القاعدة دي الهمزة المتطرفة فهي قاعدة سهلة جدا إذن بالنسبة للسؤال الثاني أركب جملتين تتضمنان كلمتين بهما همزة متطرفة الجملة الأولى كانت السماء صافية والجو دافئ كانت السماء صافية والجو دافئ إذن الكلمة الأولى السماء كلمة الثانية دافئ إذن الجملة الثانية شاربت كأس شاي دافئ شاربت كأس شاي دافئ إذن هذه الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة إذن إلى هنا نكون قد نتهينا من مكون الإملاء والهمزة المتطرفة نتمنى أنه لا تكون لديكم إشكال في كتابة الهمزة المتطرفة لأن القاعدة واضحة وسهلة جدا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر